أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني موقف البلدين الرافضي لسياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع للفلسطينيين في غزة وشدد الجانبان على أن أي محاولة للتهجير القصري للفلسطينيين إلى الأردن أو مصر مرفوضة وجدد الطرفان التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للحربي على غزة وحماية المدنيين وإصال المساعدات الإنسانية كما حذر من أن عدم توقف الحرب واتساعها سينقلان المنطقة إلى منزلق خطير ينذر بكارثة تغشى عواقبها